طبعاً الناس كلها مستغربة من المبارح في تصريحات تخرج بها الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وتقييمه لطاقم التحكيم الأسباني للأدار مباراة القمة بين الزمالك والأهل أو الأهل والزمالك واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وكمان تعليقه على فكرة قرار اتحاد الكرة بالتعاقد مع خبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية أنا مش هتكلم في مواقف شخصية أو هتكلم على تصرحات الكابتن عصام عبد الفتاح على شخصه أنا هتكلم على طريق إدارته لللجنة والمعلومات اللي بيطلع يقولها للسادة المشاهدين ولمقدم البرامج ومحدش بيراجعوا وهطلع هتكلم كمان على جزئية ليه علاقة ليه الكابتن عصام دايماً لما بيطلع يتكلم ببيتكلمش غير على الأخطاء اللي بتتحسب لصالح النادي الأهلي عايز أفهمها يعني أنا هبقى مؤمن جداً بتصرحات رئيس لجنة الحكام لما يطلع يتكلم بشكل عام على كل الأخطاء التحكمية اللي بتحصل مع الأندية لكن من أول ما تولى المسئولية في الفترة الأخيرة على مدار السنة اللي فاتت تحديداً كل تصرحاته إن الأهلي استفاد بخطأ تحكيمي لا عمره طلع يتكلم على خطأ تحكيمي ضد الأهلي ولا تكلم على خطأ تحكيمي ضد الإسماعيلي ولا تكلم على خطأ تحكيمي ضد بيراميدز ولا في يوتشر وغيره وغيره من الأندية ما عندوش غير هومورك واحد بس واجب واحد هو اللي بيقوم به يطلع يدافع عن الحكام في كل الأخطاء التحكمية الفجة اللي بتحصل ضد الأهلي وبيدافع عنهم وقال لنا روح وقال لنا بروتوكول وروح البروتوكول وقال حاجات مش موجودة أصلاً في القانون ومخالفة لفكرة إنك تبقى محاضر دولي وإفريقي وما بين قسين عند محاضر دي هرجع لها إن فيها مفاجأة الناس النهاردة هتسمحها الأول مرة وهو نفسه هيستغرب وأنا بقول معلومة تخص الكابتن عصام هو محاضر ولا مش محاضر لأنه هو اللي فتح الجزئية دي مبارح لما تكلم على الخابير الأجنب اللي هيجي لازم يبقى محاضر هو ينفع لواء يشتغل تحت ملازم ما دي التصرحات اللي قالها مبارح لكن قبل ما خش في التفاصيل دي هو أتكلم مبارح على ضربة جزاء وقال ضربة جزاء طيب قبل ما أدخل للتصرحات دي يعني هرجع بس الجزئية ركلة الجزاء اللي قالها مبارح كل الحكام اللي بيفهموا في القانون طلعوا مبارح حللوا ركلة الجزاء مبارح وأول مبارح وقالوا ركلة الجزاء مش موجودة الكل بلا استثناء الكل بلا استثناء يمكن الكابتن أحمد الشناوي كان ليه وجهة نظر مختلفة داخل الاستوديو لكن على حد معلوماتي إن قبل ما يدخل الاستوديو وبيتكلم مع الزملاء المحللين قال إن الكورة ما تتحسبش لا ما تتحسبش ركل الجزاء لكن ما علينا كابتن عصام مبارح تلقى بيقول الحكم الأجنبي ياخد سبعة ونص من عشر رغم إن الكل بلا استثناء جمال الشريف كابتن ناصر عباس كابتن سامير عثمان كابتن ياسر عبد الرقوف حتى الخبير الأجنبي كلاكتن بيرج كله تكلم قال إن ما فيش أي ركل الجزاء حتى الكابتن ياسر عبد الرقوف قال ما فيش ركل الجزاء مباشرة تلقى كده ما فيش ركل الجزاء لكن الكابتن عصام عايز يقول لا ما قال حكم الأجنبي اللي أنا جبته لك برضو ما كانش كويس قال يعني المنظومة اللي أنت بتديرها هي اللي شغالة كويس لا الحكم يستحق عشر على عشر هو حد حس بالحكم هو حد حس إن فيه فار أصلا حكم مميز جدا بس المشكلة عندك إنت كابتن عصام إن أنت دايما بتطلع تتكلم على الأخطاء اللي بتبقى لصالح الأهلي مش ضد الأهلي وهنا مليون علامة استفهام ووجه سؤال الاتحاد الكورة أعتقد بعد تصرحات عصام عبد الفتاح مبارح وتصرحاته الدائمة ضد الحالات التحكمية اللي ممكن تكون في صالح النادي الأهلي أعتقد كده بانت الرؤية هو اتجاهاته إيه القاضي لما بيقعد على المنصة وبيقول رأيه في قرار أعتقد القاضي بيتنحى هل عصام عبد الفتاح سيتنحى بعد ما طلع للمرة التانية أو التالتة خلال هذا الموسم بيؤكد على لعبة تحكمية ضد الأهلي رغم أنه في كل خروجاته في الفترة الأخيرة وكل تصرحاته بينفي أي خطأ تحكيمي لأي حكم لصالح الأهلي في الفترة الأخيرة حتى القورة اللي اتقررت في مطش القمة واللي بسببها تلغى هدف للأهلي في الدوري من الكابتن أمين عمر والكابتن محمد ميدو سلامة حصلت زيها في مطش القمة ومع ذلك الطاقم الأسبان مخدش بالقرار اللي قاله الكابتن عصام ولا قال لك فيه روح بروتوكول بل بالعقس قانونا الكورة هدف لأن جوني الزمالك اللي جي في الأهلي لو هناخد بروح البرتوكول تبقى لتصرحات رئيس اللاجنة في مصر كان يتلغي لأنك لغيت نفس الهدف ده في مباراة للأهلي في الدوري العام وقلت روح البرتوكول بتقول كذا دي جزئية متعلقة اللي احنا نازم نركز ليه عصام عبد الفتاح دايماً بيطلع يصرح ويقول أن الأخطاء اللي بتحسب لصالح الأهلي ده خطأ تحكيمي رغم أن كل الأخطاء التحكمية اللي بتبقى ضد الأهلي ما بيطلعش يتكلم بل بالعكس بيطلع يدافع عن الخطأ ويقول لك روح البرتوكول وروح القانون ومدت الاحتواء وقال كلام كتير قوي بصراحة يعني قدى مبرر للحكام في مصر أن هي تكمل فشلها اللي موجود من أول الموسم لأن الحكام في مصر كويسين لكن رئيس اللجنة بطريقة إدارته هو اللي وصل الحكام للمستوى ده واسأله الحكام الدولين هيقول لك احنا وصلنا للمستوى ده بسبب إدارة عصام عبد الفتاح طيب